وأدين بالفضل لمشايخه وعلى رأسهم مولانا السيد رحمة الله عليه فما نقدر نقول أن المسألة مسألة فردية أنا أريد فعلا وأتمنى أن نتوصل هذه الرسالة للآخرين يا إخوان ابعدوا عن تقديس الأفراد وابعدوا عن ترميز الناس وهذا رمز لي كذا وهذا رمز لي كذا هل هناك خلاف بين الصوفية الشافعية والصوفية المالكية؟ لا تباين نوعا ما؟ لا 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 لأن الصوفية هي تمثل على أي حال تمثل أغلبية سكان العالم الإسلامي هم من هذه المدرسة الصوفية ومن مختلف المذاهب الفقهية فيهم شافعي وفيهم مالكي وفيهم حنبلي وفيهم كذا وأنا لا أستغرب إذا يعني عرفت في يوم من الأيام أن الأستاذ تركي يحب الصوفية ما أستغرب يعني ما هي بهذه القصة؟ لا لا مو القصة لأنه إذا عرفها عن نيجاتها أنا موجودين عشان أسألهم عشان أحب بكرة في نهاية لا أنا في الأخير أبغى أن نستعرف أي شيء الصوفية لأنه فعلا أنا بتمني أعرف مفاهيم الناس عنها ماذا يعرفون وماذا يعلمون عنها طيب هناك حديث أيضا فيها يا أخ ترك خلينا أقول لك إن الصوفية التي تعلمناها بالإضافة لهذا الأمر ما فيها إقصاء ما فيها تطرف ما فيها عنف ما فيها تصنيف هذه كلها أمور من أبجديات مدرسة الإحسان أو هي خلينا نقول مدرسة التربية والسلوك على فكرة الآن يدرس التصوف في مادة اسمها التسكية تدرس الآن في معهد الحرمين الشريفين في مكة تدرس هذه وأقوال المتصوفة الخطباء يخطبون بها في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي فأنا أخذ منك شيء وأترك منك شيء آخر يعني أمر لا يقل هناك حديث أيضا من ضمن يعني الذين لديهم موقف من الصوفية يتحدثون عن الصوفية لديها كثير من الشركيات إن فيما يتعلق بتقديس الأشخاص أو تقديس الأموات أو القبور فما تعليق سيدة عبدالله فدعك على هذه الأطروحة؟ أنا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أنا أحتاج أسأل أي إنسان أنا أحتاج في الأول أبني المسألة على حسن الظن ثم أبني المسألة على السؤال ثم أبني المسألة على إن أنا من أحسن منه يعني لو جاني شخص أقول هل عندك هذه المسألة أقول له ماذا تقصد بالشرك؟ هل أنا أعتقد كطالب علم في المدرسة الصوفية ومدرسة الإحسان هل أعتقد أن الشخص الذي في قبره يمكن أن يعطيني وأن يمنعني وأن يمنعني شر أو يعطيني خير؟ هذا أمر فيه شرك بلا شك ولا ريب طيب إذن ماذا تعتقد فيه؟ أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي ولا معطي إلا الله والله سبحانه وتعالى هو المانع ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى هذا الذي نعتقد وهذا الذي تعلمناه طيب إذن ما هي العلاقة بين الشخص الصوفي وصاحب هذا القبر؟ العلاقة زيارة العلاقة تبرك العلاقة توسل توسل والتبرك طبيعي هنا قد يكون التباين ربما لكن نشرح معنا التوسل التوسل ببساطة جدا هو أن الإنسان يلجأ إلى شخص آخر بدعاء لله سبحانه وتعالى لأن الله هو المعطي وليس صاحب القبر ما عندنا أبدا أي اعتقاد فإن صاحب قبر يعطي هذا أمر فيه شرك باتفاق صاحب القبر توسل ماذا يراد به سيد الأصل خليني أقول هذه المسألة باختصار شديد الأصل التوجه إلى الله مباشرة هذا الأمر الرباني هذه كلمة الإسلام الرئيسية هذه التي ليس فيها شك عندما أجد أن أنا في جاه أخف من الجاه الذي عند صالح من الصالحين الأحياء فأنا أستعين به وأقول له تعال لو سمحت صلي بنا صلاة للسسقة تعال لو سمحت ادعي لتراني مريض تعال لو سمحت هذا بالنسبة للأحياء كما حدث مع حمزة في عم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة للسسقة سيدنا العباس هذه مسألة الحي التوسل بالحي وليس فيها خلاف لا عند صوفي ولا عند سلفي ولا عند غيره اللهم إنا كنا نتوسل بعم نبيك والآن نتوسل بعم نبيك الخلاف هو فقط في مسألة واحدة فيما يتعلق بالتوسل هل التوسل بالميت يجوز أو لا أنظر إلى مسألة أخرى يعني ممكن تجلي هذا الخلاف بيننا وبين الأصحاب الفكر الآخر لو أنا قلت اللهم إني يتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم لن تجد شيخا في هذه الدنيا يقول أن هذه المسألة لأن المحبة ما تنقطع لأنها توسل بالأعمال لكن لو قلت اللهم إنتوسل بنبيك يقول لك هذا خطأ يعني المسألة البون ليس شاسعا جدا خلاف بسيط جدا أنت تقول اللهم إنتوسل إليك بمحبة للنبي وأنا أقول لك اللهم إنتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم وارجع عشان أختم هذه المسألة الأولى هو البعد عن هذه الألفاظ يعني بمنتهى البساطة طيب فيما يتعلق بالأموات من غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هل يمكن أن يتوسل بهم أحد نحن ما يعني الأمر ما دخلنا في من نحن دخلنا في مسألة التوسل بالميت بشكل عام وطبعا والميت في قبره لا يعتبر ميت لأنه حي حياة برزخية حياة برزخية أكبر من الحياة التي نحن فيها إذا ما تبني آدم انقطع عمله إلا من ثلاث طبيعي انقطع عمله إلا من ثلاث في قبره معنى مستفيد من هذه الثلاث ولا لا سيستفيد من هذه الثلاث سيستفيد من الصدقة سيستفيد من الدعاء سيستفيد من الحج كيف يمكن أن يكون وسيلة بين الحي وبين ربه وهو ميت خلينا أجاوبك على هذا إذا قلنا أنه الميت في قبره لا يستفيد إذا ليش أنا أقراله ليش أنا كابن من أبناءه مثلا أدعو له لماذا أنا أحج عنه حجة بدل هذا اشترات طحل ثلاث أعمال لا ما هي محدودة في الثلاث أبدا بالعكس الحديث الأخرى بيّنت أن آبار النخي يستفيد منها الميت ماء السبيل يستفيد منه الميت هذا ضمن الثلاثة سيدي لا يعني أقصد أن الثلاثة إذا قلنا فقط هي هي الثلاثة الولد والعلم والدعاء والعمل أي حجرنا حجرنا واسع لكن نتكلم ما في العمل الخير في الثلاثة أنا أقصد ما في العمل الخيري في النص في النص هذه في الثلاثة قطع ماله إلا من ثلاثة الولد والعلم صدقة جارية نعم هذه الصدقة صدقة جارية لا نتكلم على ننظر إلى جمال التوسيع عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك البير ذكر ماء السبيل ذكر لك الغرس كلها ينتفع بها الإنسان طيب هو حي في قبره ولكن حياة برزخية وهذه لا يختلف فيها إثنان أبدا الحياة البرزخية أكمل من حياتنا هذه التي نحن فيها ماذا تقصد بالحياة البرزخية؟ حياتنا أنا أحتاج أني أشرب أحتاج أني أأكل أحتاج أني أتوضى أحتاج أني أدخل إلى الخاء في الحياة البرزخية ما فيه إما نعيم مستمر وإما غير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من أهل النعيم هناك تفاصيل كثيرة سنعود لمواصلتها بعد فاصلا قصير فاصلا قصير أيها الإخوة نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع السيد عبدالله فدعا فابقوا معنا